السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة أتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا رب اليوم إن شاء الله سنحضر معكم جبن أو جبن منزلي بطريقة سهلة ناشحة بجوج مكونات فقط بدون خل بدون عصير حامض أتمنى أنكم تجربوه لأنه أكيد سيجيبكم كي يجي شاد دراسه أوليد بزاف وفي هذا الفيديو سنحضر معكم أيضا حريشات صغار أحسن من ديال محلابات بدون زبدة بدون حليب كي يجي ولدات بزاف فكنتمنى أن الفيديو نالإعجابكم إلا كنتوا قد تزروا القناة الأول مرة ما سبقلوش عليها بالاشتراك وتفعلوا زل جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات ندلس معكم مباشرة لطريقة تحضير فقد يمدى معكم أولا طريقة تحضير جبن اللي كان يحتاج عليه لتر من الحليب حليب ضروري ما يكون كامل دسم وقد نحتاج أيضا لتر من البن فأي حليب وأي البن توفر عندكم تقدروا استعمله غير هو يكون كامل دسم بالنسبة للبنات أو للناس يتوفر عندهم حليب ديال البقر فيستعمله يعني يجي أحسن بالنسبة للطريقة فكن أخذ هكذا كاسرول كنوضع فيها لتر من الحليب وغادي نوضعها على نار حتى كي يغلى هد الحليب أولا كيفيد يعني مشي غير كي يسخنه ولا كيدفع ضروري ما كنخليه يعني كي يسخنه زيان أولا حتى كيقرب كيفيد وغادي نزوله من على النار بالنسبة للبنات اللي بغاوا يجربوا غير نصف الكيمية يعني يستعملوا نصف لتر ديال الحليب ونصف لتر ديال البن فأكيد يمكن لهم لأن هد الكيمية غدي تعطيكم يعني كيمية مهمة يمكن لكم تقطموا الكيمية بعد ما فاض الحليب فهنا قدي نزول هد القشرة اللي كتكون من الفوق و لهد الرغوة ديال الحليب من بعد مباشر وهو ساخن يعني من الأحسن وهو ما زال على نار باش ما كي يبردش ليكم يعني يمكن لكم تنقصوا عليه أو لطفوا عليه وعلى نار وهكدا يعني كتضيفوا مباشرة لتر ديال البن من بعد فكمقا هكدا كنحركوهم شوية مع بعضياتهم غير هكدا شوية يعني ما كنبقاش كنحركوهم ولا كنخلطوهم بسف غدي نضيف ليهم القليل من الملح بالنسبة للملح أنا رضفت غير كيمية قليلة هد الكيمية ما غديش تجيبينها نهائيا اللي بغاه يجي مال حليجي بنين فيضيف كيمية أكثر ديال الملح خصوصا إذا كانوا عندكم هكدا وليدات صغار يعني غديجيهم السوس واللي ما بغاش يستعمل الملح نهائيا يعني يخليه بدون ملح أكيد مكلي يعني الملح مش يقدروا ريف الوصفة كيبقى على حسب الرغبة من بعد كتخليوهم هكدا واحد خمسة دقيقة تقريبا وغديتلاحظوا باللي الماء تعزل هكدا على الجبن من بعد كتوجدوها صفايا ومن الأحسن إلا كانت عندكم صفايا كبر من هادي تستعملوها أنا يعني استعملت غير هادي شوية صغيرة فغدي بقى كنصفي هكدا بشوية بشوية هنا من بعد ما كيعمر هكدا الإناء غدي نخوي هدك الماء باش كنبقى هكدا كنصفي فهنا من العمارات لي هكدا صفايا كنبقى هكدا نتسنها شوية حتى كتصفا من هادك الماء وكينزل هادك الجبن وكنضيف هكدا كيمياء أخرى اللي عنده زيف حياتي يمكنه يستعملو يعني يجي هكدا في تصفيا هكدا ديالجبن حسن ودروري من هاد صفايا تكون رقيقة يعني ما تكون صفايا غليضة باش كينزل لكم غير اللي ما بوحدو هنا من بعد ما عمرت لي هكدا صفايا خديت شبكة اللي غدي نحضر فيها أصلا جبن لأن الكيمياء اللي بقات عندي هكدا في الكاسرول تحت كيف كتلاحظوا معي يعني قطع ديالجبن هكدا كبار ماشي بحال الكيمياء الأولى اللي فرغتها في الصفايا فماشي مشكل هدي ندير في الشبكة ومن بعد غدي ناخد الكيمياء اللي صفيتها هكدا في الصفايا وغدي نوضعها هكدا مباشرة في الشبكة لأنني غدي نحضرها في الشبكة يعني غدي نخلي هكا تصفانا وفي نص الوقت كتأخذ لي الحجم هاد شبكة فهنا وخد جيكم هكدا هاد شبكة يعني عمرات بزاف يعني را من بعد غدي تصفى من هادك الماء را غدي تنزل ما غدي تبقاش هكدا عامرة بزاف كنوضعوها دور فوق من هكدا إيناء باش كيزيد كي تصفى الماء فهنا فأنا حضرته في الليل دائما هكدا رايب الجبن او لا اي حاجة كنحضرهم في الليل كتخليهم ليلة كاملة والغدله يعني غدي تلقوهم مواجدين فهنا هاد اول ما الليل حصلت عدي كيف كتلاحظو معايا يعني كيبقاليكم غير للمبوحدو بالنسبة لهذا الجبن كنخلو طلاجة وكنخليه ليلة كاملة وكنخلي هكدا مهزوز فوق من شي حاجة باش كيزيد كيتصفى ليكم فهنا في الغدله غدي نحضر معاكم حريشات صغار باش غدي نقدمهم هكدا مع الجبن غدي يحتاج لهم جوش كؤوس بقيس كاس اللي عامرين من السميدة الرقيقة من السميدة الرقيقة اللي كنحضروا به الحرشة او البسبوسة عندي تولوس كأس من زيت الزيتون يمكن لكم تخلطوه مع زيت نباتية نصف ملعقة صغيرة من خميرة العجن او الخميرة الفورية وملعقة كبيرة مع مراش من السكر عندي نصف كيس من خميرة الحلويات 4 جرام ونصف ملعقة صغيرة من الملح غدي نحتاج القليل هكدا من الزعتر مطحون باش غدي ننسم هات الحرشات كيبقى اختياري لما بغيتوش اذا ما توفرش عندكم مش مشكل ونجمعوا هات الحرشة غير هكدا بماء دافئ فاول حاجة اختيت هكدا كأس ووضعت فيه السكر وخميرة العجن ووضعت لي هكدا ماء دافئ هنخليه جانبا باش كايتفاعل من بعد فكا ناخد هكدا واحد الايناء غدي نوضع فيه السميدة رقيقة غدي نضيف خميرة الحلويات ويلا كانت هنا مشكلة هكدا كويرات من الاحسن انكم تغربلوها من قبل غدي نضيف الملح غدي نضيف القليل من زعت المطحون يعني غير القليل فقط تقريبا هكدا ربع ملعقة صغيرة غدي نخلط هاد مكونات الجافة مزيان مع بعض من بعد فغدي نضيف لهم زيت الزيتون هنا فيمكن لكم استعملوا زيت زيتون بوحده كيف ما درت كيف ما يمكن لكم تخلطوه مع زيت نباتية من بعد فكا نخلط هاد الحرشة مع الزيت يعني كان يسبسوها نحن لكم هنا تساملوا يعني غير يد ديالكم وهنا فضروري ما كتحاولوا تلبسوا يعني جميع حبات هكدا سميدة بهذاك الزيت بعد كناخذ هاداك الخليط اللي وضعت فيه الخميرة والسكر مع الماء بعد ما كيكونوا هكدا دابوا تفاعلوا غدي نضيف لهات الحرشة غدي نزول هاد المعلقة هكدا وغدي نجمع هاد الحرشة غير بليد ديالي كتأخذوا هكدا ماء دافئ ماء ما يكون سخون بززاف يعني غير دافئ وكمدا هكدا كنضيف الماء بشوية بشوية بالنسبة القياس ديال الماء فتقريبا حتى جيت كأس يعني كيبقى على حسب نوعية الساميد فكتقاو هكدا كتضيف بشوية بشوية وكتخلطوها مخصهاش يكون قاسحة في نفس الوقت ما تكونش مرخوفة بزاف يعني تقريبا هكدا بحل عاجين كنخليوا هكدا شوية احتكا تشربكم بعد غدي نشكلها معاكم هكدا مباشرة فانا ما خليتها يعني وقت بزاف غبي مما هكدا وجدت سميدة اللي غدي ننقرسها هكدا فيها والمقلة وضعتها على نار كتتسخن في هاد الاثناء هناخدي تقريبا واحد ملعقة ولا ملعقة سان كبار هكدا بسميدة وضعتهم هكدا في ايناء وكان وضع فيهم هكدا هذوك الحرائشات القياس دي الحرائشات كيبقى على حسب الرغبة ديالكم هنا خديت مقلات وضعتها على نار هكدا سخونة دهنتها بالقيل هكدا من الزيت وكان وضع هكدا الحرائشات بهذا الشكل انا وضعتهم هكدا في ايطار كيف ما يمكن لكم هكدا تشكلوهم غير باليد ديالكم اولا يمكن لكم تاخدوا هكدا شي تبصير ولا شي بواطة هكدا عندكم صغيرة اللي كتاخدوا عليها الحجم ديال هذو الحرائشات مهم كتوضعوا هذو الحرشة بهذا الشكل كتحاولوا يعني تشكلوها ولا تخليوا هكدا مسطحة هكدا من فوق وبنفس الطريقة كنكمل كمية كاملة كنخليها على نار هكدا بدع دقائق نار تكون متوسطة باش كتطيب لكم حتى من الداخل بعد كدوها هكدا كتقلبوها اللي لقيتوها ما زال كتخليوها واللي طابت وتحمرت هكدا كتقلبوها على الجهة الاخرى ودروري ما كتحمروهم شوية يعني ما تخليوهم ش بيضين فبنفس الطريقة غدي نخليهم يطيبوا على الجهة الاخرى ومن بعد غدي نقدمهم معاكم هنا فانا غدي نقدم معاكم الجبن من بعد ما خليتوه ليلة كاملة يعني حتى الغدلة عاد فاش غدي نقدموها هكدا في الفطور كتاخدو الشبكة كتتمسحوها هكدا من تحت من المال كيكون فيها من بعد كتتوضعوها هكدا في واحد تبصيل والاقيناء كتبقو كتبطو عليها شوية حتى ينزل لكم هادك الجبن وكيكون هادو الشكل ديالو يعني كيجي متماسك بالنسبة لهاد جبن تقدرو تنصموه بزعتار بليازير او لشنو ما بغيتو من يتقدموه هكدا تقدرو تزينوه بزيت الزيتون وبزعتار هكدا من فوق كيفما يمكن لكم تقدموه غير هكدا يعني كل واحد يرافقو بشنو ما كيبغي فيمكن لكم ايضا تقدموه بزيتون اسود يعني كتواتي الجبن وزيتون الكحل كانتمنى ان الهاد جبن اللي حدرت معاكم تجربوه لانا صراحة طريقته سهلة كي اعطينا كيميه مهمه تقريبا هنا اعطاني يعني نصف كيلو يعني تقريبا بالضبط واحدة ربعمية وستين جرام دير جبن يمكن لكم تحضروه نصف الكيميه يعني حتى هي غدي ديكم زيانه وبالنسبة لحريشات الصغار بعد ما طعبو كيتحمرو كيكون هادو الشكل ديالهم حتى هو ما كيجيو لدات بزاف انا هنا حضرت يعني غير كيميه قليلة يعني القياس اللي غدي نقدم في الفطور لانا مشيقه عن الناس يعني كيبغيو هكدا فرمدان الحرشة لكن شهيتها وقلتها كتا نحضر شوية فالبغلتوا تضعف المكونات اكيد يمكن لكم الوصفة اصبق لي حضرتها معاكم من قبل بنصف كيلو ديال سميدة تقدروا تلقاوها ايضا في القناة فكنتمنى ان الوصفات اللي حضرت معاكم اليوم ينالوا اعجابكم وتجربوهم لانا طريقتهم سهلة وكيجيو لدات فاللا اجيبكم فيديو ما تنسوا اشتروا الياجاب اشتروا فيديو مع اصدقائكم ومعاايتكم ايضا ولكنتو تزروا قناة الاول مرة فما سبقلوش عليها بالاشراك وتفعلو زل جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات وهنا اكيد قطعتهم معاكم باش شوفوا شكل ديالو كيف يجي والقوام ديالو فكيجي هكذا متماسي كانت بدرو تقطعوه وتقدموه فكنتمنى ان الوصفات ديالها الجبن تجربوها لانا طريقتها سهلة بجوج مكونات بدون خل بدون عسر حامض واحسن من اللي كنشري وجاهز وخصوصا انا كنعرفو شنو فيه فكنتمنى ان الوصفات لانا اعجابكم وتجربو لجبن الحراشات الصغار اللي حدر سمعاكم لمزيد من الوصفات رمضانيا قد تلقاوهم في القناة ووصفات جديدة ان شاء الله خليتكم على خير